موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف عندنا النهاردة حلقة خاصة جدا عندنا حلقة مختلفة تماما حشرح لحضراتكم ازاي لكن قبل ما اشرح حلقتنا النهاردة واختلافها عايز اقول مبروك للنادي الأهلي والفوز الكبير على فريق في رامدس في دور الأربعة او دور قبل دور التمانية في كاس مصر اللي فات وفوز كبير جدا بأداء اكتر من رائع على المستوى الفني على المستوى التكتيكي على مستوى الروح القتالية اللي ظهر بها لعبة النادي الأهلي على مستوى الإدارة الفنية الرائعة للكابتن سامي قمصان مباراة كانت وجهة نظري مباراة رائعة جدا من كل النواحي عودة حسام حسن للتهديف عودة السقة مرة تانية ظهور أفشة بالمستوى الرائع اللي دايما متعودين عليه صلابة دفاعية أكتر من رائعة من نجوم ودفاع النادي الأهلي عايز اقول لحضراتكم كانت مباراة احنا جميل الأهلي سعداء بيها بغض النظر على المنافس بيراميز اللي كان ليه أكيد عندنا بعض المشاكل في النتائج معها في الفترات اللي فاتت لكن تبقى مباراة الأمس مباراة رائعة على جميع المستويات مبروك للنادي الأهلي مبروك للكابتن سامي قمصان وأداء رائع خلال فترة صعبة جدا فترة صعبة مر بيها النادي الأهلي وما زال يمر بيها النادي الأهلي من إصابات كثيرة جدا جدا في انتظار المدير الفني القادم للنادي الأهلي تعليق صغير مش عايزين نحكم على المدير الفني قبل ما ييجي محدش بيحكم على حد قبل ما ييجي ويشوف كل المديرين الفنيين أصحاب السيفيهات الكبيرة ممكن جدا يقابلهم فشل ممكن جدا أصحاب السيفي اللي حضرتك ممكن تشوفهم السيفي لائق يحقق نجاحات كثيرة وعندنا أمثلة كثيرة جدا جدا خلوا دارة النادي الأهلي هي القادرة على الاختيار الجيد وكلنا ودايما دي مدرسة النادي الأهلي وولاد النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي أين كان موجود مين سنكون وراء بنسنده بعيدا على الانتقادات بنشوف شغله ونقيمه تقييم عملي زي ما قلنا على الكابتن سامي أمصان قيمناه فيه يمكن الفترات الفاتت وعندنا مدير فني واعد وكادر جديد يفرزه النادي الأهلي للكرة المصرية على مستوى الكرة المصرية زي ما بقول لحضراتكم احنا دايما عندنا مشاكل كتيرة جدا جدا الفترة اللي فاتت عايزين نجدد عايزين نطور عايزين 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 بداية ان شاء الله المحترف بداية من النهاردة هنبدأ احنا كلنا عارفين فين المشاكل هنبدأ نشوف الحلول نبدأ نشوف احنا هنحط ايدينا على مشاكل خاصة مشاكل الكرة المصرية خلال الحلقات اللي جاية ان شاء الله هنبدأ النهاردة بمشكلة بارزة جدا العمل في قطاعات الناشئين أو الأكاديمي الأكاديمي اللي بيشتغلوا أوروبا بتشتغل إزاي مع الأكاديمي اللي ما بين قصين قطاعات الناشئين في الأندية الكبيرة هنشوف إزاي الناس دي بتبني من تحت وإزاي التعامل مع الناشئين وإزاي بيحطوا استراتيجية لقطاع الناشئين بمستوى عالي جدا علشان جزئين الجزء الأولاني إنه بيفرز لعيبة على مستوى عالي جدا الجزء الآخر كمان على المستوى المادي إنه عايزة أقول لحضراتكم والنهاردة من خلال حلقتنا حنشوف قد إيه هذه الأكاديميات بتفرز كمان عناصر عناصر ممتازة من اللاعبين وكمان على المستوى المادي ومكاسب طائلة من إفراز هؤلاء اللاعبين إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم من خلال المحترف هنبدأ نحط إيدينا على مشاكل الكثيرة في الكرة المصرية كلنا بنكتبها وكلنا عارفينها وكلنا بنشوفها لكن كمان هنبدأ نحط الحلول إيه هي الحلول المناسبة للارتقاء زي ما بقول لحضراتكم بالكرة المصرية بشكل عام ودايما يعني قناة النادي الأهلي بصراحة هي دايما سباقة ودايما بننقض حتى ما ننقض بإيجابية وزي ما بقول لحضراتكم بنحط الناس كلها في الصورة هنحط زبوتات ونحط هايلايتس على مشاكل الكرة المصرية وكمان هنشوف الحلول الحلول وده الأهم إن احنا نشوف الحلول ونبدأ نترحل الناس ونعرضها على الرأي العام والله المشاكل بتاعت قطعات الناشئين الناس بتشتغل برة كده لازم ناخد من تجارب الناس اللي فاتت ونحاول نتطبقها بشكل أو بآخر إن شاء الله النهاردة عندنا جزء مهم جدا عن الأكاديميات أو ما بينقصين قطعات الناشئين في أوروبا لكن خلينا طبعا قبل ما نبدأ يعني حلقتنا عندنا كالعادة عندنا أخبار كديرة جدا جدا النهاردة على مستوى الأخبار يعني زي ما بقول لحضراتكم مازال الانتقالات الصيفية مشتعلة في أوروبا بشكل كبير جدا جدا على مستوى اللاعبين على مستوى كمان المدربين النهاردة كمان هيكون عندنا سكايب من بلدين مختلفتين هناخد رأيهم حتى في موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة فكمان مهم جدا أن أنت تشوف الناس شايفانا إزاي ونبدأ إن شاء الله نحط يعني رجلينا على الطريق الصحيح طيب نبدأ أخبارنا الأرسنال الأرسنال خلاص بيتوصل لاتفاق مع جيزوس طبعا البرازيني النجم البرازيلي ونجم المان سيتي الحقيقة من أهم الأخبار النهاردة أنه ما دي أرسنال الإنجليزي بيتوصل لاتفاق معه أو اتفاق مبدئي مع طبعا جارو منشستر سيدي لضم المهاجم البرازيلي الموهوب طبعا جيزوس وحضراتكم عارفين ما كانش طبعا جيزوس بيشارك فترات كتيرة مع السيتي في الفترة اللي فاتت وده يمكن خلاه يفكر شوية يفكر جديا في الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي ويمكن كمان أعلن الأرسنال التعاقد مع كمان حارس مارما أمريكي دولي مات يعني من نادي نيو أنجلند في أمريكا يكون طبعا الحارس التاني لكن طبعا انتقال هذا اللاعب عنده 28 سنة حارس مارما مميز جدا متوقف بشكل كبير على إعلان طبعا يعني أنه توصل الاتفاق عن طريق الأرسنال في أوائل فبراير ويمكن أعلن أرسنال إتمام التعاقد لكن في بعض المشاكل لكن المهم في هذا الخبر هو جيزوس جيزوس لعب المان سيتي حضراتكم عارفين الفترات أو الموسم اللي فات جيزوس ما كانش بيشارك بصفة أساسية مع بيب جارديولا وهو لعيب أكيد لعيب مميز وكمان الأرسنال اللي ظهر بمستوى أكتر من رائع في الجزء الثاني من البريمير ليج بيدعم صفوفه بصفقة أعتقد صفقة مهمة جدا جدا جيزوس اللاعب البرازيلي الرائع طيب تورينتو كمان الإيطالي بيقدم طبعا تورينو آسف تورينو طبعا النادي الكندي بيقدم نجم إيطالي إنسيني إنسيني طبعا إنسيني كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا انتقال إنسيني من الدور الإيطالي إلى الدور الكندي طبعا إنسيني لعب مميز جدا يمكن عنده تلاتين سنة انضم للفريق المنافس طبعا ده في أمريكا الشمالية وهو طبعا حضراتكم عارفين كان إنسيني يقدم ممبارات رائعة خاصة مع منتخب بلاده في ليرو عشرين عشرين وطبعا إنسيني لعب تلاتين سنة وبعض الخبراء قالوا كان وارد جدا في بعض الأندية على مستوى أوروبا يعني تمتلك عروض لهذا اللعب لكن هو انتقل بالفعل لكندا إنسيني لعب تلاتة وخمسين مباراة لمنتخب إيطاليا أحرز من خلالها عشر أهداف وكان طبعا وقائد فريق نابولي من 2019 لغاية طبعا ما راح وانتقل إلى الدوري الكندي طيب المانستي بيحسم صفقة فيليبس طبعا وافق نادي منشستر سيتي على صفقة محتملة بقيمة خمسة وخمسين مليون غولار أمريكي أو تتكلم في خمسة واربعين مليون جنيه استرليني مع طبعا نجم ليتز يونيتد وتعاقد مع اللاعب خط الوسط فيليبس فيليبس طبعا يعني هو طبعا لعيب مميز جدا جدا ومن نجوم طبعا يعني حتى لعب في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إنجلترا بشكل أكثر رائع يمكن عنده شوية مشكلة في بعض الإصابات لكن هو أكيد لعيب مميز جدا جدا ويعني أتكلم على لعيب مميز بينتقل من الدوري الإنجليزي يمكن ندفع 3.6 مليون دولار أمريكي إضافية يعني بنتكلم في 3 مليون جنيه استرليني ده مكافآت لللاعب أصبح فيليس طبعا البالغ من العمر 26 سنة لاعب دولي زي ما أقول لحضراتكم وفيه صفوف المنتخب الإنجليزي شارك طبعا في 214 مباراة مع فريق الإنجليزي يونيتد منذ ظهوره الأول في 2015 تم الاتفاق على طبعا وجوده في العام القادم مع المان سيتي طبعا كمان بنتكلم لعب الوسط بنتكلم على لاعب داركو طبعا من ضمن الصفقة داركو جياني من ضمن الصفقة لاعب طبعا وسط الملعب في أجادمية منشستر سيتي للانتقال لليزي في الصفقة بتغضع الآن للشروط الشخصية اللي بيتم الاتفاق عليها ما بين اللاعب والنادي ده كان خبر الانتقال كمان خبر مهم جدا على مستوى روني روني طبعا يعني لعب رائع وكان مدرب طبعا بيستقيل من تدريب ديربي كاونت واستقال وين روبي من منصبه كمدير فني طبعا ديربي كاونت طبعا من قندية الدرجة الثالثة أنهى النجم السابق للمانشستر يونايتد وينكلتيرا مسرته الكروية مع ديربي بعد تدريبه للفريق من منذ نوفمبر عشرين عشرين دخل ديربي طبعا إلى الإدارة ويعني في بداية المسلم القادم هبط من البطولة من الدرجة التانية وعلى الرغم من جهود روني إلا أنه طبعا يعني في إبقائهم في الدوري لكن كان تخصم واحد وعشرين نقطة كان أثر عليهم بشكل كبير جدا روني قال في بيان عن قراروا يعني بإبلاغهم بقراروا بالاستقالة أن الوقت كان خلاص أزف للمغادرة النادي وحاول بقدر الإمكان على مستوى الإدارة الفنية لكن كان رأيه هو الرحيل وهو الوقت المناسب للرحيل عن الإدارة الفنية لهذا النادي أضاف كمان أنه شخصيا أنه شعر بأن النادي بحاجة الآن لتجديد الدماء وشخص يتمتع يمكن به دماء جديدة على إطار الإدارة الفنية وهو قادر 18 شهر مع النادي في ظروف كانت صعبة جدا جدا كمان على مستوى بيرنلي في البريمير ليج بيعلن رسميا عن تعاقده مع كومبني كومبني طبعا بيرنلي بيتعاقد مع كومبني كومبني طبعا اللاعب السابق للمان سيتي والنجم قلب الجيكي يتعايد معها بشكل رسمي النجم طبعا السيتي السابق ويعني كومبني كان عنده مسيرة رائعة جدا على مستوى الكرة الإنجليزية مش بعيد عن الكرة الإنجليزية والكرة العالمية أدى بشكل أكتر من رائع خاصة مع السيتي بيبدأ كرير جديد طبعاً كرير جديد في التدريب على مستوى الإدارة الفنية مشوار كبير جداً كلاعب مستوى أكتر من رائع لكن هل ينجح يعني كومباني مع الإدارة الفنية لبيرلي تعالوا مع حضراتكم نشوف إيه عن أول تجربة طبعاً لهذا النجم البلجيكي ويعني خوض تجربة جديدة نشوف قليل رائع لقد كان الجو صدق أو لا تصدق حراً لكن كان الأمر جيداً تلقيت استقبالاً جيداً وأنا أحاول فقط الاندماج بسرعة كبيرة أعتقد أن الأمر يتماشى مع الانخفاض المحتمل في الإيرادات عندما تهبط من الدور الإنجليزي الممتاز عليك دائماً أن تتوقع أن بعض لاعبيك الأعلى تقييماً يحتاجون إلى المضي قدماً ليس لأن الأمر فقط مفيد لهم ولكنه جيد أيضاً للنادي ولكن الفريق به بعض اللاعبين دوي الخبرة يوجد العمق والجودة أيضاً بالتأكيد لبطولة الدرجة الأولى هناك بعض اللاعبين الذين حصلوا أيضاً على الحق في الانتقال ومن جانبنا نتمنى لهم التوفيق ونتطلع إلى إشراك بعض اللاعبين المثيرين للاهتمام ونحن نتوقع إلى أعلى مستوى ونحن نتوقع إلى أعلى مستوى من اللاعب الدولية البلجيكية وعلى مستوى البريمير ليج كان لعب في المان سيتي طيب كمان زي ما أقول لحضراتكم الانتقالات ويعني مشتعلة جداً انتقالات اللاعبين والنهاردة تشيلسي يمكن بيسعى لضم اتنين مهاجمين بارزين جداً جداً على مستوى عثمان ديمبلي ورحيم ستيرلينج يمكن جاء طبعاً بعض التقارير وخاصة صحيفة ديل ميري ألبيرت الإنجليزية بيقول أن ياسكل طبعاً المدير الفني لتشيلسي توماس تخل كان قد تعاون بشكل جيد مع ديمبلي لما كانوا الاثنين في نادي بروسيا دورتمون الألماني قالت الصحيفة أن كمان ديمبلي الفائز مع منتخب فرنسا ببطول الكاس العالم سيكون فيه مجدوره يعني الانضمام إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر زي ما حضراتكم عارفين الانتهاء عقده مع نادي بارشلونة في المقابل بيرتبط لسا سترلينج مع طبعاً بطل الدوري الإنجليزي المان سيتي بعقد ينتهي في 2023 يمكن تردد أن صفقة انتقاله إلى تشيلسي ستتكلف 60 مليون جنيه سترلين طبعاً حضراتكم عارفين أن تشيلسي في حاجة كبيرة جداً لتعزيز خط طبعاً هجومه بشكل كبير جداً حضراتكم عارفين رحيل لوكاكو والعودة إلى الإنتر مرة أخرى اقتراب كمان زي ما قلنا لحضراتكم جيزوس من الانتقال يعني خارج صفوف المان سيتي وبالتالي في تأرير الأخيرة يعني بتقول أن الرئيس الجديد للشيلسي يعني عايز يعمل محادثات ويعمل يمكن مع مكلاء اللعيبة في العالم كله كمان على سبيل المثال بيتكلم مع يعني وكيل كريستيانو رونالدو هل نشوف كريستيانو رونالدو كمان في تشيلسي زي ما بقول لحضراتكم انتقالات محدش لسه عارف كل الموضوع رايح فين لكن كل الأندية بتحاول خاصة البريمير ليج بيحاولوا بقدر إمكان تنظيم الصفوف بشكل أكتر من رايح خاصة الطوب فايف يعني الناس اللي هتلعب كمان على مستوى دور الأبطال بيحاولوا بقدر إمكان تعزيز صفوفهم بشكل كبير المان سيتي بنتكلم على كمان ليفر بول يعني صفقات أكتر من رائعة وما زالت ولسه المسلسل المستمر طيب نروح لرئيس الويفا اللي لا يخشى أو يقول خلاص لا يخشى عودة الدوري أو السوبر الأوروبي كشف طبعا ألكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه مش خايف من إن كانية اتخاذ إجراءات قانونية من شأنه إعادة إحياء بطولة دوري السوبر الأوروبي طبعا يعني المنشقة عن مسابقات الاتحاد القاري واللي سبق وإني دعا إليها الويفا يعني دعا إليها عشر أندية من الصفوة في الفترة اللي فاتت من القارة العجوز تشيفرين كمان قال إنه كان قرار المحكمة إنه لن يغير شيء المشروع ميت لا أحد يريد المشاركة وطبعا يواصل عملاق الكرة الأسبانية ريال مدريد وبرشلونة وكذلك يوفينتوس الإيطالي السعي طبعا للانفصال عن بطولة الويفا لكن الأندية التسعة المتمردة الأخرى بما فيها ما فيها طبعا منشستر يونيتد ليبربول على مستوى البريمير الليج ردخت تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية فرض عقوبات صارمة على الفرق المشاركة بدوري السوبر كمان زي ما بقول حضراته تقرر نقل كمان قضية إقالة الدوري السوبر إلى محكمة العدلة الأوروبية إن من المتوقع أن تنظر فيها خلال الشهر القادم يعني زي ما بقول لحضراتكو هي بطولة السوبر يعني كانت بطولة الويفا كانت شرحها وكان فيها عدد كبير من الأندية من الطب الأندية الكبيرة كانت رفضينها بشكل كبير جدا وزي ما بقول حضراتكو هو يعني كمان مجهود كبير جدا على اللعيبة الأندية الكبيرة أكيد عايزة طبعا من خلال العائد المادي عايزة تكسب فلوس لكن يعني زي ما بقول لحضراتكو هو في اعتقاد الشخص يعني دوري فاشل لأن يعني يعني الموضوع مش مستهل يعني اللعيبة بتلعب أكتر من 50 أو 60 مباراة في السنة على مستوى عالي جدا وبالتالي إضافة كمان بطولة جديدة أعتقد مش هتكون في المتناول وأعتقد أنها يعني فكرة فاشلة طيب نروح كمان دلوقتي نشوف مع أخبار الصحف العالمية والعنوين الكثيرة على مجال كورت القدم في أوروبا انتقالات الشتوية المدربين أخبار كثيرة جدا جدا بعد الفصل أعلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف يلا بينا نروح نشوف الصحف العالمية قالت إيه على مستوى يعني أوروبا وعلى مستوى زي ما بقول حضراتكم انتقالات العيبة وعلى مستوى منتقال المدربين واستعداد استعداد الأندية للمرحلة اللي جاية نبدأ بماركة الأسبانية نبدأ جولتنا النهاردة في طبعا الصحف العالمية بصحيفة أسبانيا تحديدا صحيفة ماركة الأسبانية اللي ركزت على الأصول الأفريقية لست لعبين من ريال مدريد وكتبت قوة أفريقيا طبعا حضراتكم شايفين على مستوى طبعا لعبين الأفريق أو من أصول أفريقية موجود ست لعبين موجودين الألماني. بنتكلم على كمان ألبا. بنتكلم على كامافينجا. بنتكلم على كريم بنزمة. على توخاميني. طبعا ست لعبين. أصولهم أفريقية. وطبعا مرقة الأسبانية. في إشارة لقوة ريال مدريد الموسم القادم. ويكتبوا وده شيء يعني يسعدنا. ولكن طبعا هؤلاء النجوم الأفرقاء بيلعبوا طبعا لمنتخبات أخرى. ولكن الريال الملكي بيستعد بقوة للموسم القادم على مستوى الدور الأسماء الأسباني. وعلى طبعا الاحتفاظ بدور أبطال أوروبا للموسم القادم. لسه في أسبانيا. هنروح لسبورت الأسبانية. ركزت على مستقبل الجناح الفرنسي ديمبلي. كتبت ديمبلي القرار النهائي. طبعا لسه ما فيش أي أخبار لديمبلي. اهتمت الصحيفة كمان بأخبار سوء انتقالات برشلونة. وتطورات قضية المهاجم البولندي. طبعا ليفاندويسكي. وكتبت للباير ميونيخ استسلم ويتفاوض بشأن رحيل ليفا. وأوتاماندي يقرر رحيل عن برشلونة ويقترب من فورنتينا. مانشستر يونايتد بيرغب في التعاقد مع فرانك دي يونج قبل 30 يونيو. لسه في أسبانيا. صحيفة طبعا الأسبانية. التي ركزت كمان على تعزيز الأندية الكبرى في أوروبا. لصففها بلعبين كبار. وطبعا مما يجعل طبعا دوري أبطال أوروبا القادم أكثر صعوبة. وكتبت أكثر صعوبة مرة أخرى. تتحدث عن طبعا بطولة أوروبا القادمة. كما تحدثت عن ريال مدريد. وكتبت بلنجمهام يساوي 100 مليون يورو. هنروح سريعا لإنجلترا. صحيفة سن الإنجليزية. التي ركزت على أخبار منشستر يونيتد. وكتبت أخبار طبعا تين هانج. ده المدير الفني الجديد للمان يونيتد. قال لكريستين رونالدو أنه لن يتم بيعه. ورفض طبعا يونيتد عرض مبادلة رونالدو مع برشلونة بشأن طبعا هاري ماجواير. وقرر فرانك دي يونج. يقترب من الانتقال للمان يونيتد. مقابل 69 مليون جنيه استرليني. لسه في إنجلترا. صحيفة ميرور الإنجليزية. اهتمت طبعا بمستقبل النجم البرتغالي. كريستينو رونالدو. الذي رفض ماشيستر يونيتد رحيله هذا السيف. بشكل مباشر. لجازتة دي الاسبورت الإيطالية. طبعا. كمان اتكلمت عن هذا الموضوع. لكن كلنا بنشوف الصحف الإنجليزية. وبقاء طبعا. كان فيه بعض الكلام. يعني رحيل رونالدو. هل المدير الفني الجديد عايز رونالدو؟ لا. لكن رونالدو مستمر مع المان يونيتد. طيب. نتير لإيطاليا. ونروح لجازتة دي الاسبورت الإيطالية. اللي ركزت على تطورات ورغبة يوفينتوس لضم الأرجنتيني أنخل دي مارية. وكتبت دي مارية لليوفينتوس. أنا هنا. اهتمت كمان بميلا. وصفقة ماركو أسينسيو. كتبت طبعا. بيولي يوتي موافقة لضم أسينسيو. طبعا. بيولي ده المدير الفني لأسي ميلا. لاعب بيول عليه. لاعب مثالي. بالنسبة للمسابقات الأوروبية. أكيد. زي ما بقول لحضراتكو. الماركاتو مشتعل. كل نادي في أوروبا في الدوريات الخمسة. بيحاول بقدر الإمكان أن يدعم صفوفه. وبطولة. كمان البطولات القادمة هتكون أصعب كثيرا جدا جدا جدا. كل الأندية الكبيرة بتدعم بشكل كبير. بأرقام كبيرة جدا. كله بيسعى لتدعيم صفوفه. لخوض طبعا. منافسات الموسم القادم. طبعا. بعد طبعا. كاس العالم القادم. لكن هتكون منافسات قوية كالعادة. وخاصة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. هيكون مشتعل كالعادة. طيب. فاصل سريع. وبعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم. وعندنا يعني حوار خاص جدا. وحشرح لحضراتكم. كيف تتعامل الأندية الكبيرة مع ما يسمى قطعات النشئين. عندهم يسمى بالأكاديميات. يعني حاجة كبيرة جدا جدا. وزي ما بقوله حضراتكم. كل اللي هنقوله هو بنحط يعني الاسبوت. وبنحط يعني قدام المسؤولين. كيف هتعامل الناس زي بتشتغل برة. وازاي ان احنا نطور ونبدأ من القاعدة. بنتكلم على أندية كبيرة جدا. هتكلم مع حضراتكم. مع الأرسنال. مع آيكس. مع باير ميونيك. بنتكلم مع برشلونة. بنتكلم على الانتر ميلا. كل ده. ازاي الناس دي اشتغلت. من قطعات النشئين أو من الأكاديميات. علشان تعمل فرق على مستوى عالي جدا. بجانب كمان المكاسب المادية. يعني اللي بيقول آه الأكاديميات ما بيجيبش فلوس. لا. أكاديميات بيجيب ويجيب فلوس كتير جدا. لو قديرت بشكل جيد. كل دوت. ان شاء الله هنا في المحترف بعد الفصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف. هتبدأ فقراتنا التانية. زي ما اتكلمت مع حضراتكم. في احنا خلاص. بدأنا الفترة اللي فاتت. كل الناس. كل السوشيال ميديا. كل النقاط. كل الناس بتتكلم على تطوير القرى المصرية. والناس عندها يعني أمال كثيرة جدا في المستقبل. ان احنا نعمل حاجة كويسة. يمكن تطوير القرى المصرية دايما كان بيتبني من خلال المنتخب الأول. والاكتمام بالمنتخب الأول. ولكن يعني طبعا خلال السنين اللي فاتوا. يعني كل الناس اكتشفت أو يعني يعني عارفين من بدر شوية ان المنتخب الأول هو يعني حصيلة الشغل الكثير جدا جدا من التخطيط العلمي لقرة القدم على مستوى العالم كله. النهاردة في المحترف هناخد أول مشكلة. بنتكلم على ما بين قصين قطعات الناشئين. كيف تدار قطعات الناشئين. طبعا بتتسمى هناك في أوروبا بالأكاديمي. وانا يعني لغاية الوقتي مش عارف ليه. احنا لسه متمسكين بكلمة قطع الناشئين. يعني اعتقد كلمة الأكاديمي دي كلمة أفضل كثيرا جدا جدا. نمتكلم على الأكاديميات الخاصة. نتكلم على مستوى الأندية. الأكاديمي أو المدرسة أو قطعات الناشئين. كيف تدار الأمور في أوروبا؟ دايما هقول لكم بعض المشاكل لأنه كمان عصر تدوت من خلال تواجدي في بعض الأندية من الدوري المصري. خلينا نتكلم انه ايه الهدف الأول من قطع الناشئين. الهدف مختلفة بشكل كبير جدا جدا. هل قطع الناشئين لمجرد بتلعب مسابقات وتكسب بطولات؟ هل قطع الناشئين انك بتفرز لعيب على مستوى عالي للفريء الأول؟ ولو بتعمل كده بتفرز كام لعيب؟ هل قطعات الناشئين كمان هي مصنع لصناعة المدربين؟ هل قطعات الناشئين في مصر بتدار انك انت كمان بتعمل كادر تدريبي بتأهله بشكل جيد جدا. بيتدرج من قطعات البراعم ناشئين شباب ويبدأ يكون نموذج أو يكون مدرب كويس للفريء الأول؟ يعني خلينا نتكلم عندنا مشاكل كتيرة جدا الميزانيات قطعات الناشئين الميزانيات قطعات الناشئين في مصر قد ايه؟ طب انت بترصد قد ايه من ميزانيتك علشان تصنع نجم وتصنع اللاعب واثنين وثلاثة قادر على المستوى المحلي والدولي ان يكون ينافس في البطولات الكثيرة اللي بتكلم على الاندية الكبيرة. كمان على المستوى الدولي. يكون لعيب دولي. طب انت بتصرف قد ايه؟ طيب كمان العائد من دوت هل في عائد من الاكاديميات ديت؟ اه اكيد في عائد. لو انت بتشتغل بشكل جيد وبشكل سليم. انت اه بتحط ميزانية وميزانية لازم تكون ميزانية محترمة. واشتغلت بشكل بشكل علمي. اكيد هتسوق لعيبك كتير جدا جدا. لما يطلع لك لعيب على مستوى دولي كل سنة او كل سنتين. ويبدأ اللعيب دوت يتسوق بشكل كويس او يطلع يحترف ببرا. اكيد انت كمان بيخش لك عائد كبير جدا جدا. وفي عندنا امثلة كتيرة جدا على مستوى اوروبا. فالموضوع الموضوع مهم جدا. ارجو من حضراتكم ان انتوا تخلوكوا معايا. وتركزوا معايا. وعشان هنبدأ بخمس اكاديميات على خمس مدارس مختلفة. نتكلم اول حاجة على المدرسة الهولندية. من خلال نادي ايكس. نادي ايكس الهولندي. طبعا كلنا عارفين نادي ايكس من الاندية الكبيرة على مستوى اوروبا. وخاصة على مستوى الاكاديميات. منتكلم دلوقتي ايكس. وخلينا اقول لحضراتكم ان كرايف طبعا كان بيكلم على الجزئية ديت. وبيقول لك احنا نحتاج الكواليتي. وبنحتاج النتائج. وبيقول لك ريزالت وزود كواليتي بورنج. يعني لو انت عندك نتائج منكنش متمتع. وما عندكش الكواليتي بتاع اللعيبة. ده شيء مملي جدا. وبيقول لكواليتي without result is meaningless. يعني كمان انك لو عندك الكواليتي والكواليتي دوت ما بيحقق النتائج المطلوبة. فده لا معنى له. فدلوقتي خلينا كمان نقول الاستراتيجي وهدف الايكس واكاديمية ايكس من اكاديميتها هو to have three players make it to the first team every two season. يعني الهدف الرئيسي لأيكس. احنا بنتكلم كرايف الاول. قال لك انت دايما محتاج النتيجة ومحتاج الكواليتي. عايز تلعب كويس. وعايز تكسب. وعايز تأدي بشكل كويس. والنتيجة من غير الكواليتي حاجة مملة. والكواليتي من غير النتيجة ما لهاش معنى. وبالتالي ايكس قال لك احنا هنشتغل على ثلاث لعيبة. كل سنتين يطلع ثلاث لعيبة للفريق الاول. طيب. ده الاستراتيجي بتاع اكاديمية ايكس. وانا عامل بس. عايز اقول لحضراتكم. عامل هايلايتس كده على بعض النقاط. اول نقطة عامل عليها هايلايتس. بتتكلم على number of scouts. يعني ده الكشافين. عدد الكشافين في ايكس. في اكاديمية ايكس. بيصل الى خمسين كشاف في هولندا بس. خمسين كشاف في هولندا بس. وخمسة بيشتغلوا حول العالم كله. ارجع بس الكاميرا لها. لان ده مهم جدا جدا. موضوع السكاوتين دوت. انا بتكلم على ايكس. عندها خمسين واحد. خمسين واحد. انت بتكلمش. ايكس ده نادي كبير جدا جدا. ويوم ما يقول لك. انا عايز اعمل اختبارات. هيتلاقي فيه ناس كتيرة جدا. لكن مش هو ده. الهدف هو عنده scouting. scouting عندنا في مصر حاجة مفتقدة. هل في scouting داخل الاندية. داخل الاندية بشكل مباشر. يعني ايكس. اكاديمية ايكس. عندها خمسين واحد بيشتغل scouting. بيلف حولين هولندا. وهولندا خلي بالكم مش كبيرة. فدوت كمان مهم جدا. وعندك خمسة scouting. في ايكس بيدوروا على التالنت في العالم كله. يعني هو ما بيقفلش نفسه على دايرة الهولندا. لا ده فاتح كمان على عالم كله. خاصة عند البرازيل يروح افريقيا. يبقى عنده خمسة ستة عندهم عيون كاشفة للمواهب في سن صغيرة. ويبدأ ينضم لأكاديمية ايكس. فده نقطة مهمة جدا جدا في مشروع ايكس. او أكاديمية ايكس. منتكلم ان كرويف قال. انت عايز كوالتي والنتيجة. والنتيجة من غير كوالتي بتبقى مملة. وانك ما فيش نتائج. وعندك كوالتي النتيجة. تبقى صفرة في المعادلة الصعبة. اللي بيحقق ايكس. نرجع تاني بس للجدول سريعا. او للستراتيجي بتاعة ايكس. الصورة الاولانية. وليسا حتى دلوقتي كمان. يعني طبعا منصف زميلي في الاعداد. بيقول عندهم ارقام كبيرة جدا جدا. 283 مليون يورو. من بيع لعبين من اكاديمية ايكس. يعني ده في اخر سبع سنين. تخيل الارقام الكبيرة جدا جدا جدا. من الارقام اللي بتخش اكاديمية ايكس. نتيجة بيع اللاعبين. الجزء الثاني اللي عايز اقوله لحضراتكم. موضوع الترينينج. كل حاجة يعني ليها الاستراتيجي بتاعها. اولا هم حطين اربعة تلاتة تلاتة. ده في كل الفرق. الاكاديمية كلها بتشتغل اربعة تلاتة تلاتة. لكن انا هتكلم على جزء مهم جدا. الجزء الهايلايتس. اللي تحت بيقولك. من اتناشر سنة. يعني انت المدرب بتاع ايكس. ما يحاولش يدي جمل تاكتيكية للفرق. اللي تحت اتناشر سنة. يعني ثمان سنين ما ينفعش. ان انا اقول للولد اربعة اتنين تلاتة واحد. او الكلام ده غلط تماما. هو بيبدأوا الجزئية دي. او هو دي الاستراتيجية بتاعاتهم. انه بيبدأوا الجزء التاكتيكي من سن اتناشر سنة. وحطين اربعة تلاتة تلاتة. كل الفرق بتلعب بهذا نظام اربعة تلاتة تلاتة. الجزء اللي عايز اقول لحضراتكو كمان عليه. انه الميزانية السنوية لأيكس. بترصد حوالي ستة مليون يورو سنويا لهذه الاكاديمية. ولكن الرقم اللي بقوله. الناس بقولك ده رقم كبير. ولكن انا بقول لحضراتكو. لسه بقولكو ان المكاسب خلال السنوات الماضية. مكاسب كبيرة جدا جدا. على مستوى الاكاديميات في اوروبا. نروح للصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها. الجزء الاخضر قدام حضراتكو دوت. الكي فاكت. ده مفتاح الحقيقة. مفتاح الحقيقة اللي بقولك هم ازاي. احنا يا طارا شغالين صح ولا شغالين غلط. ايه الحقيقة من خلال هذه الاكاديمية. بيقولك حوالي 220 لعيب من الاكاديمي دول موجودين. التوتال اللعيبة 220 لعيب. بيقولك على الاقل في 30% من اللعيبة ديت موجودين في الدوري الهولندي. 30% من اللعيبة دي موجودين في الدوري الهولندي. يعني هم تقريبا عندهم 220 واحد في الاكاديمية. لكن لما بيوصل لمرحلة الفريق الاول. لا ده بيوصل لحوالي انك تبص تلاقي في الدوري الهولندي. حوالي 30% من اللعبين. هم خريجي اكاديمية ايكس. نتكلم تاني على ان الميزانية السنوية بتساوي 6 مليون ييرو. وبيقولك الجزء الاخير ان النجاح الحقيقي لاكاديمية ايكس. هو مقياس كم عدد اللاعبين القادرين للعب في الفريق الاول. مهم جدا ديت النقطة الاخيرة. بيقولك الحقيقة الواضحة في النجاح بتتمثل في عدد اللاعبين اللي بيلعبوا في الفريق الاول لفريق ايكس. من خلال هذه الاكاديمية. يبقى زي ما بقول لحضراتكم. مهم جدا الجزئية ديت. مهم جدا الاجزاء اللي كلمت مع حضراتكم فيها. ان ازاي الناس دي بتشتغل. اولا كل الفرق بتشتغل اربعة تلاتة تلاتة. بتكلم على اكس. في فترة من الفترات. ممكن يكون غيروا دلوقتي. اربعة تلاتة تلاتة. عند 12 سنة ما ينفعش المدرب. اللي هو الولاد اللي تحت 12 سنة. انه يشتغل معهم التاكتك. تاكتك لسه. لسه الجزء دوت من سن 8 سنين لسن 12 سنة او 11 سنة. يبقى أساسيات كورت القدم. جاست فور فاند. بتلعب للمتعة. بيجدله أساسيات الباصنج. الوقفة ازاي. الاستلام ازاي. التسلم ازاي. ويبدأ معاه في الفترات اللي بعد كده يخش على الحمل البدني الاعلى شوية. والحمل التاكتيكي بيبدأ من سن 12 سنة. يعني احنا كمان لازم نتعلم من التجارب دي. وزي ما بقول لحضراتكم ان ايه مئياس النجاح. بتقيسه النجاح ده ازاي. بقول لك نجاحنا بنقيسه في ايكس ان 30% من الخريجي اكاديمية ايكس بيلعبه في الدوري الهولندي. دي جزئية. لكن النجاح الحقيقي بتاعنا بنقيسه بكام عدد اللعيبة اللي لعبت في الفريق الاول لفريق ايكس خلال السنوات اللي فاتي. وزي ما بقول لحضراتكم التارجد بتاعهم تلت لعيبة كل سنتين. يطلعوا تلت لعيبة كل سنتين. ده بالنسبة لهم نجاح كبير جدا جدا. طيب. على مستوى الاسكايب عندنا طبعا كمان مهم جدا ان احنا نتواصل مع يعني كمان خبراء في هذه القضية. قضية مهمة جدا جدا. معنا ماريتسيو كوستانسي. طبعا ده مدير اكاديمية نادي اتلانتا الايطالي. والمسؤول عن ما بينكو سينكو طاع الناشئين هناك دلوقتي. نتكلم معه ماريتسيو. مساء الخير. اهلا بك في شاشة قناة النادي الاهلي. بنرحب بك. مساء الخير على الجميع. والشرف لي التواجد على قناة النادي الاهلي. وبالنسبة لي هذا فخر لتواجده على قناة أحد أعظم الأندية في أفريقيا والوطن العربي. لأن النادي الاهلي فريق أهم جدا. فريق يتخطى فقط في بطولات القرية ريال مدريد. وهذا لو تعلمونا شيء عظيم. وهذا فخر لتواجده على هذه القناة. كمان شرف وجودك معنا. طبعا بما انك طبعا كمان على مستوى الأكاديمية. مسؤول عن أكاديمية كبيرة. يعني حلقتنا النهاردة في المحتالب. بنتكلم على دور الأكاديميات. في تفريغ اللاعبين المميزين على المستوى المحلي والمستوى الدولي. شايف هذه المعادلة ازاي؟ وإيه اللي بيتطبق من خلال وجودك هناك في إيطاليا. لإفراز لعيبة مميزة. سواء على المستوى الأندية. أو كمان فرز لعيبة زو مستوى دولي لخدمة المنتخبات الإيطالية. أنت تتحدث عن موضوع كبير وهم ومعقد في نفس الوقت. أي. لأن تفريغ المواهب والبحث عن النجوم أمر يحتاج إلى كثير من العمل والكثير من الوقت. لأن الهدف الرئيس الذي نعمل به في الأكاديمية تفريغ لعيبين ناشئين يستفيد بهم الفريق الكبير الفريق الأكبر. هذا يجنبنا صرف العديد من الأموال من أجل جلب لعيبين جاهزين. وزير رسالتي أن الدور الرئيسي الذي يجب أن يقوم به مدير الأكاديمية ومدربين الأكاديميات يجب أن يعمل عن تفريغ المواهب من أجل أن يستفيد به الفريق الآخر الفريق الكبير الفريق النادي. يجب على الجميع في الأكاديمية أن يعمل وأن يعمل بجد. لأن هناك الشيئان همان الشيئ الأول يجب أن تعمل بجد في هذا الأمر. أكيد طبعا الأمور بتبقى صعبة جدا ومشوار طويل لأنك تفرز لعيبة دولية أو لعيبة على مستوى عالي تلعب للفريق الأول ده شيء صعب ولكن خلينا نقول التحديات اللي بتقابلك تحديات اللي بتقابلك في انتقاء المواهب وزي ما احنا عارفين يمكن صدمة عدم وصول المنتخب الإيطالي لكاس العالم للمرة التانية على التوالي مع ظهور بمستوى ضعيف في الفترات اللي فاتت هل هناك نقص في موهبة اللاعب الإيطالي أم هناك تخازل من المسؤولين في الكشف عن هذه المواهب بكل طبع أنت عندك حق وهناك عوامل تساعد على النجاح وهناك عوامل قد تذهب بك إلى الهوية بالمعنى الكبير أن تفشل لكن العوامل التي ساعدنا على النجاح نحن نبدأ بسنة التاسعة وسنة العاشرة بالنسبة لنا هؤلاء اللاعبون هم المنجم الرئيسي المنجم الكبير يبدأ من تسعة وعشر سنوات العوامل هو التعاون يجب أن نتعاون سويا ويجب أن يعفز كل شخص في الأكاديمية دوره الرئيسي ويجب أن لا يتدخل أحد في عمل الآخر أنت تريد مني القيامة بمهام معينة والقيام بشيء هام يجب أن تسمعني ويجب أن تتركني أعمل بجد ويجب أن تتركني أعمل في مكاني وأنت تعمل في مكانك وكل واحد يؤدي وظيفته هذه هي العوامل الصعبة التي قد تواجه أي مدير أكاديمية أن يتدخل أحد الأفراد مثلا في عملك أن يتم طلب منك طلب شيء يفوق مقدرتك لأن أنا لدي مدير أكاديمية من تسعة لعشر سنوات ثم من خمستاشر لستاشر سنة وهم هؤلاء المواهب لكن هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تواجه المدير أو تواجه الأكاديمية وهي عملية الصرف في بعض الأحيان قد يتم من المدير أو مدير النادي أن يبيع اللاعبون وهذا شيء خطأ طبعا قدامنا كمان بعض اللقاطات من طبعا أكاديمية أتالنطا الموجودة في إيطاليا على مستوى تقريبا فريق تحت تمنتاشر سنة لكن خلينا أتكلم معك بكل أمانة هل وجود لعبين أجانب يعني تتكلم على 60% من لعبي الدور الإيطالي هم غير طريان مجرد 40% أو يمكن 37% هم من اللعيبة يعني من أصول إيطالية وبيلعبوا في الدور الإيطالي هل ده كمان يؤثر على إمكانية أو خلق فرص كثيرة للناشئين أو للشباب الإيطال في بلدهم للتمثيل أنديتهم على مستوى المنتخبات في المراحل السنينية المختلفة لمنتخب إيطاليا أنت قمت بتوجيه سؤال صعب جدا للأسف الجينات في إيطاليا اختلفت عندما كنا نتحدث في عام 70 وعام 80 كانت إيطاليا مليئة بالمواهب كنا نصدر اللاعبون الإيطاليون لجميع عنحاء العالم وكان الإيطالي هو الذي عليه الطلب قبل أي لعب في العالم لكن أشياء كثيرة اختلفت أنت على حق وجود اللاعبين الأجانب في الدور الإيطالي وفي الكالشيو أثر كثيرا على عمل الأكاديميات وأثر كثيرا على اللاعبون الإيطاليون لكن نحن ما زالنا نعمل ونعمل في جد لا أتحدث فقط عن أتلانتا الآن أتحدث عن جميع الأكاديميات في إيطاليا لكن العمل الاقتصادي والمال هو من أثر بالسلب على الأكاديميات واليوم أنت بتحدث عن الدور الإيطالي للأسف يلاقي صعوبة جدا في جلب اللاعبين الكبار لأن للأسف البلاد الأخرى مختلفة عننا اللاعب الإيطالي لديه مقاومات وإمكانيات خاصة كد لا تتماشى في بعض الدوريات الأخرى لكن أنت تتحدث الآن أن هناك بعض اللاعبون الكبار أيضا الذين يقومون بأخذ جنسية أخرى وهم من أصول أفريقية ليسوا أصحاب جنسية أصلية لكن نحن فخورين في إيطاليا أن اللاعب الإيطالي يأخذ جنسية فقط إيطاليا أنا أحترم الجميع حتى لا يفهم أحد الكلام بطريقة بأندياتهم ومنتخبات بلادهم دعنا نقول لك 70% هم مجلسون ليسوا أصحاب جنسية أصلية ولكن الجميع يعاني الأكاديميات تعاني وهناك شح المواهب كثيرة في أوروبا لكن إيطاليا دائما عليها سكوب في هذا الموضوع لهذا لأننا فشلنا في التول كأس العالم هل تعتقد ذلك؟ كمان على مستوى يعني لو نتكلم طبعا واضح جدا يعني فيه كمان فيه مشكلة فيه طبعا إيطاليا يمكن نفس القصة عندنا شوية مشكلة يقول لك الكواليتي مش هو نفس الكواليتي بتاع التمانينات والتسعينات يمكن فيه كواليتي أقل شوية لكن عايز أسألك كمان على عدد المحترفين كمان يعني إيطاليا بتفرز عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الدوريات الخمس الكبرى عدد قليل جدا ما مش شايفين غير ثلاث أربع لعيبة بنتكلم في يعني لعبين ثلاثة بيلعبوا على مستوى البريميا الليج لكن على مستوى الانتشار يعني ما فيش نفس الانتشار مثلا منتخب سويسرا أو اللاعبة الفرنسيين عندهم انتشار أوسع على مستوى الدوريات الخمس الكبرى شايف ده ازاي وكمان شايف ايه الفترة الزمنية اللي محتاجها ايطاليا لعودة المجد القرى الايطالية من خلال المواهب ومن خلال يعني الاندية والمنتخبات في المستقبل اللي جاي ان شاء الله انت سألت سؤال عظيم وكبير اريد انه مقافئك على هذا السؤال لان السؤال الذي سألته دائما ما اسأله دائما لجميع اصدقاء مديرين الاكاديميات الاخرى وتحدثت به بالاتحاد وكما ذكرت لك بالاسف في الاندية لديهم مقاومات خاصة الاندية لا تصبر ان نخرج العديد من اللاعبين من الاكاديميات يردين دائما اللاعب الجاهز وانت كما ذكرت هي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا نحتاج نحتاج للعديد من العوام لعود الدور الايطالي هو الدور رقم واحد لكن بالنسبة للسؤال الثاني وهو عدد الاجانب في الدور الايطالي وعدد الاجانب في الدوريات الاوروبية الاخرى كما ذكرت مثلا ان السويسرا تمتلك اكبر عدد من اللاعبين لكن لديهم مقاومات اخرى ومقاومات اكثر من اللاعب الايطالي بالنسبة لي اللاعب الايطالي لا يتماشى في المانيا العقلية لاسا عقلية تلاعب كرة قدم فقط ان تتحدث عن شيء مختلف تماما عن ما يريده رئيس النادي او ما يريده مدير التعاقدات الاندي تريد عمل النتائج وعمل النتائج لا يتماشى لكن نحتاج للعديد من الوقت لكي نعود ونفرغ العديد من اللاعبين والمدة الزمنية ليست بعيدة وليست طويلة لكي يطام ان الجماهير ايطاليا في الوطن العربي من خلال قناتكم خلال الاعوام القادمة القليلة واقصد بالقليلة القريبة جدا ستعود ايطاليا الى الوجهة وسيعود الشباب الايطاليون وسيعود الاطفال الايطاليون وسيعود كل شيء كما كان ستعود الاكاديميات الايطالية اكوال اكاديميات في اوروبا وسنقوم بتفريج اللاعبين الان يجب على اللاعب ان يتعلم اشياء كثيرة في كرة القدم وهذه نصيحة اقدمها لجميع الاكاديميات يجب ان تعلم اللاعب ويجب ان تعلم الناشئ ويجب ان يقوم كل لاعب بمهامه في داخل الملعب لان اذا كنت تحتاج لاعب نص الملعب يجب ان تعلمه مهام نص الملعب اذا كنت تريد مهاجم يجب ان تعلمه مهاجم لان هناك بعض العشوائيات في الاكاديميات يقومون بترك اللاعب يلعب كما يريد طبعا موريتسو طبعا بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق كل التوفيق لك طبعا يعني مدير أكاديمية إطالنطا الإيطالي بنشكره شكرا جزيلا ناخد من ده إيه أنا عايز أخد نقطتين ثلاثة من اللي قاله أولا هو بيتكلم على أن هذا المشروع هو مشروع طويل للمدى يعني مشروع محتاج وقت طويل جدا عشان تكتشف مواهب وتطور هذه المواهب في الأكاديميات محتاج وقت طويل الجزء الثاني اللي تكلم فيه أنه بعض الأندية وبيقوله بعض الأندية بتكون عندها عايزة نتائج بسرعة يعني مش مستحملة تأخير أنه لازم يطلع له اثنين ثلاثة من قطاع الناشئين أو من الأكاديميات عشان يبقى موجود في الفريق الأول ويحقق نتائج في بعض الأندية محتاجة بتلعب على بطولات ومحتاجة السرعة في الأداء بالنسبة للمشاكل اللي بيقابلها مديري الأكاديميات هناك ده جزء مهم جدا أنك ازاي تشتغل على الجزئين أنك تشتغل آه أنت مطالب أنك نادي كبير مطالب بطولات وبيتدعم بشكل كويس لكن كمان لازم يكون عندك اهتمام واهتمام واضح جدا بالأكاديمي بتاعتك وقطاع الناشئين بتاعتك لأنه لما بتبني مستقبل أو بتبص المستقبل أنت بتخطط لتلات أربع سنين قدام على سبيل المثال لو عندنا مركز مثلا نتكلم على مركز باك شمال نادي الأهلي مركز علي معلول أكتر من رائع ولكن هل كان التخطيط كان مناسب من بدر شوية ممكن نحضر لواحد باك شمال علي معلول بيقدي بشكل أكتر من رائع على مستوى الأداء على مستوى النتائج كله تمام لكن البديل دايما لازم يكون البديل وقود على كده بعض المراكز ما بتكلمش عن نادي الأهلي بس على تكلم على كل الأندية أنت هل عندك بديل عندنا فترات كبيرة جدا جدا ما عندناش راس حربة على مستوى دولي هل الأندية بدأت تشتغل على ده هل قطعات النشئين بدأت تشتغل على ده طيب ما عندناش كمان على مشكلة يعني على مثلا بتكلم على منتخب مصر يبقى شمال ومنتخب مصر يبقى بتكلم على أندية في الفترة الأخيرة يمكن النادي الأهلي بشكل كبير جدا بدأ بشكل خطت بشكل مميز وطلع ما شاء الله عندنا دلوقتي 3-4 لعيبة كلنا بنتكلم عليهم وبالتالي عندنا زخيرة من اللعيبة اللي نقدر نسند عليها الفترة اللي جاي لكن بتكلم على موضوع البوزيشن على موضوع التخطيط من خلال البوزيشن أنك بتخطط أنت بتبص دلوقتي لفرقيتك والله فرقيتك كويسة قوي بس خلال السنتين الثلاثة اللي جايين محتاجين واحد وسط ملعب مدافع مثلا فتبدأ من دلوقتي عندك سنتين ثلاثة تتكلم وتبدأ الأكاديمية تشتغل وتبدأ قطع النشئين لو عندك حد دوت مميز جدا عندك سنتين ثلاثة عشان يطلع جاهز وبالتالي أنت بتجهز لسنتين ثلاثة لقدام ده مهم جدا أنك عندك يكون عندك خليطة لو بنتكلم على الفريق الأول وارتباطه بالأكاديمية أو بقطعات النشئين شيء مهم جدا 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 زي ما بقول لحضراتكم الرابط ما بين زي ما قلت لحضراتكم لسه شايفين آيكس آيكس الفريق الأول بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة كل الأكاديمية كل قطع النشئين بيلعب نفس الطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة لازم يكون هذا المستوى لازم يكون موجود علشان لما تفرز لعيب يطلع الفريق الأول حتى لو عنده 17 سنة عنده الأساسيات وجاهز جدا للدخول في الضغوط والمباريات وضغوط الفريق الأول بدون أي مشاكل لسه حدثنا طويل عن الأكاديميات لسه عندنا أمثلة كتيرة جدا جدا هنتواصل مع حضراتكم بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفصل كان معنا يعني خبير في مجال الأكاديميات على مستوى أوروبا ومدير أكاديمية أتالنطا الإيطالي لكن كمان على مستوى أمريكا الجنوبية المواهب الكثيرة الكبيرة جدا اللي بتظهر من أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل كمان معنا عبر سكايب طبعا كريستان سيرياد مدير أكاديمية يمكن سانتوسا البرازيلية وبنرحب بك على قناة النادي الأهلي وبنقولك أهلا بك على شاشة قناة النادي الأهلي والنهاردة معنا قضية مهمة جدا جدا على مستوى الأكاديميات في البرازيل أهلا بك معنا مساء الخير مساء الخير على الجميع وأنا سعيد وشكرا لكم على الدعوة أنا سعيد جدا لأننا نحن هنا أيضا في البرازيل نعرف جيدا من هو الأهلي ونعلم كيمة الأهلي بطل أفريقيا وبطل العرب أنا سعيد بتواجده على قناة النادي الأهلي وشكرا لكم وشكرا لكم مرة أخرى وشكرا لك كتن شكرا لك كريستين احنا بنتكلم على قضية مهمة جدا وعايز أخذ رأيك فيها كخبير في الأكاديميات وعايز أعرف دور الأكاديميات يمكن في التمانينات كنا بنستمتع بالكرة البرازيلية من خلال جيل 82 ولكن اختلفت الأجيال كان جيل 82 والكرة البرازيلية الجميلة ولكن بدون ألقاب بدون كاس عالم ولكن ظهر جيل جديد من اللاعبين المميزين جدا على مستوى المنتخب البرازيلي وعايز أعرف كيف تدار أكاديميات الموجودة في البرازيل وعلاقتها والتوأمة التي تحصل مع الأندال الأوروبية وكم اللاعبين البرازيليين الكثيرين المتواجدين في أوروبا من خلال أكاديميات موجودة في البرازيل في البرازيل نملك العديد من اللاعبين وليس لدينا أي مشكلة في عملية تفريغ اللاعبين أو تفريغ الناشئين أو إعداد المواهب لأن البرازيل هي المصدر وأكبر مصدر لاعبين ومواهب على مستوى العالم جميع دول العالم وجميع عنديت العالم يكومون بجلب اللاعب البرازيلي يعتبر هو الأهم وما نملكه هو كمة اقتصادية كبيرة وقوة اقتصادية عظيمة لدولة الفرازيل من حيث اللاعبون ومن حيث العائد المادي ولهذا نحن نهتم كثيرا جدا بالأكاديميات لأن الأكاديميات تعتبر هي القوة الكبيرة والعظيمة للدولة من الناحية الرياضية ومن الناحية الاقتصادية لأننا لا نحتاج أن نقوم بجلب اللاعبين الأجانب الأوروبيون هناك العديد من اللاعبين لدينا لا نحتاج أي شيء من أي دولة أخرى صحيح وإحنا كمان وانت بتكلم معنا شايفين كمان الأداء الرائع لبعض الأكاديميات أو الأكاديميات اللي انت بتشرف عليها في البرازيل ده أكثر من رائع لعيبة مميزة جدا لكن خلينا تكلم على جزئية مهمة كمان المدربين القائمين على تطوير هذه المواهب المواهب موجودة بكسرة في البرازيل لكن كمان تطوير المواهب عن طريق مدربين الفرق ما بين مدرب الأكاديمية أو مدرب الأكاديمية ومدرب الفري الأول وهل هناك تواصل ما بين الفري الأول ووضع استراتيجية واضحة للأكاديمية بتشتغل عليها خلال الموسم أنت على حق هناك اختلاف كبير جدا بين مدرب الأكاديمية ومدرب الفريق الكبير لأن مدرب الفريق الكبير وقامد العديد من التجارب إذن هي مقارنة لا أريد أن أقول ظالمة لأننا نتحدث عن شيئين مختلفين جدا لكن أهم شيء يجب أن يميز مدرب الأكاديمية أن يقوم بمصاحبة اللاعبين يكون صديقهم يتدخل أيضا في الشؤون الأخرى لأنهم أطفال وعندما تتعامل مع أطفال وأبناء في سن معين يجب أن تصل إلى عقلية كل اللاعب لكن ليس كل أكاديميات البرازيل تقدم ما أقوله لأن نحن نعمل في كورينسيانس بطريقة مختلفة سانتوش وساباولو وفلامينجو هم مدارس أخرى ومدارس مختلفة وهذا ما يميز الكرة البرازيلية وهذا أنت أيضا ترى لأنك أعلم أنك كنت لعب كرة قدم سابق هناك لاعب يلعب من أجل المهارة لاعب يلعب من أجل جبيعة المرمى لاعب يجيد دائما في الدفاع وهذا هو ما يجب على مدرب الأكاديمية يجب أن ينظر إلى اللاعب ويقوله هذا سوف يصبح موهبة في مركزه ويختار له المركز أنت لا تصلح كمهاجم استمع نصيحاتي سوف أقوم بتوظيفك في مكان آخر من أجل عمل فريق عظيم نحن ما نوظف اللاعبون جميل كريستان العلاقة ما بين مدير الأكاديمية وما بين الفريق الأول هل يكون علاقة وطيضة يعني بيكون في مثلا على سبيل المثال الفريق الأول محتاج خلال السنتين اللي جايين لاعب في مركز معين هل بيتم الإعداد مستقبلا لإعداد جيل من اللاعبين بيخدم الفريق الأول بشكل أساسي والهدف الأساسي إيه من الأكاديمية من وجود الأكاديمية إيه الهدف الأساسي اللي بتشتغله عليه نعم أنت محق بالنسبة لمدير الأكاديمية أو مدير قطاع الناشئين لديه العديد من الطلبات نتحدث دائما مع المدرب الكبير ونتحدث دائما مع جميع القطاعات لأن هناك لعب لديه 15 سنة 16 سنة يجب أن ننظر على فريق السبعتاشر فريق التسعتاشر ونتحدث دائما يجب أن نساعد بعضنا الآخر بالطبع بالطبع عندما نحتاج أي لاعب في أي قطاع نقوم بإخباره ونقوم بتأييله ويكون لدينا المدة الزمنية يتحدثون إلينا في مدة زمانية وسنقوم بتوظيف هذا اللاعب وسنقوم بتحضيره نختار أربع شهور أربع شهور مدة مهمة في الناسبة لنا من أجل تجهيز اللاعب لكي يلعب إلى الفريق الكبير يجب أن يخبرونا ولهذا نتحدث دائما مع مدير القطاعات الأخرى وكل مدير القطاعات هناك دائما اجتماعات مع رئيس النادي من أجل أيضا لكن في البرازيل شيء أهم قبل الختام عسان عسان تعمل عقد للاعب البروفيشنال أنت تحتاج بالنسبة لنا أن يتم التعاقد معه ست سنوات ست سنوات لماذا؟ لا أضمن أن يكون اللاعب معي وهو الشرط الجزائي يكون كبير ولهذا لا نحتاج دائما للاعبين أجانب من أندية أوروبية أخرى هذه معلومة تقالوا لأول مرة عبر شاشة كناتكم يعني معلومة جيدة جدا كريستيان طبعا الملف كبير والقضية كبيرة وأكيد هنستفيد بخبراتك كمدير للأكاديمية على مستوى عالي جدا من خلال إن شاء الله لقاءات أخرى على شاشة قناة النادي الآلي كريستيان شكرا جزيلا لك نقطة مهمة جدا نتكلم عليها كريستيان طبعا عملية التعاقد عملية التعاقد مع خريك الأكاديمية مشكلة كبيرة جدا وزي ما أقول لحضراتكم بعد الفاصل في بعض الحاجات أقول لك إيه أفضل الشغل أو إيه الجدول اللي محطوط إن ده يقيس به نجاح الأكاديمي وإيه كمان جدول يقول لك لا الأكاديمي دي يرحل طريق الفشل من ضمن النقاط دي هي عملية التعامل مع الإيجنت عملية التعاقد مع اللاعبين هل التعاقد مع اللاعبين الصغيرين دول أي لعيب كويس عنده 18 سنة يكون نكتب له حاجة اسمها بره بيكتب يعني عقد يعني نص محترف لسه ما بقاش محترف فيه كلام ده موجود بره وإمتى أقدم له عقد احتراف بشكل جيد يكون واحد من اللاعب الفريق الأول إزاي بيتقاس الجزئية دي وإزاي التعامل مع عملية الإيجنت ده كمان نقطة مهمة جدا هنفسرها لحضراتكم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف في الحقيقة احنا فتحنا ملف مهم جدا جدا والملف ده طويل جدا جدا وفيه حاجات كتيرة جدا إن شاء الله بإذن الله في الحلقات الجاية هنبدأ نغطيها مع حضراتكم لأننا لحسة كنا محضرين حاجات كتيرة جدا إن شاء الله يوم الخميس اللي الجاي هنتكلم على أكاديمية باير مونيخ بيشتغلوا ازاي هنتكلم كمان على المدرسة الإيطالية الانتر ميلان خلال السنوات الفاتت كمان بيشتغل ازاي منتكلم كمان على برشلونة برشلونة من أفضل أكاديميات على مستوى العالم ليه الفرق ما بينها مدرسيتها شغالة ازاي السكاوتينج بتاعها بيعملوا ايه مدرسة خاصة جدا جدا أكاديمية برشلونة إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس اللي جاي هنكمل هذا الملف لكن يعني وقفني نقطة مهمة جدا نكلم عليها كريستيان طبعا مدير الأكاديمية هناك في البرازيل واتكلم على موضوع الايجنت موضوع الوكيل كتير جدا كان بيقابلنا في خلال هنا المسابقات الناشئين في الدور المصري إن وارد جدا تلاقي في بعض الأندية في لعيبة لسه عندها 15-16 سنة والريدي مضي مع وكيل لعبين عن طريق أكيد والده لأن والده تحت 18 ما ينفعش يمدي وبالتالي والده بيقوله وبالتالي هتلاقي عدد كبير جدا من اللعيبة هو الإيجنت بيعمل إيه بيروح للنادي الأهلي النادي الزمالك النادي المقاولين النادي أمبي ويبدأ يتفرج على اللعيبة يهو اللي ينائي يقولك آه فيه 5-6 لعيبة بكل نادي دول كويسين أو 10 لعيبة يبدأ يمضي اللعيبة هو بيقولك أنا هاخد 50-60 لعيب وارد جدا واحد أو اتنين يطلعوا ويظهروا بشكل كويس يبقى هو تحت إيدي وأنا اللي سواءه وأنا أخذ الفلوس الموضوع ده مهم جدا 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 لازم قطعات الناشئين في كل الأندية لازم تعمل جزء مهم جدا لموضوع الإيجنت وأن زي ما بقى الكريستيان هناك في البرازيل أنه لازم على الأقل يمدي 6 سنين هتمدي 6 سنين معنا من سن 13 لو عندك أنت سن 18 سنة أنت من سن 13 ماضي معنا لمدة 6 سنين اللي جايين بنحافظ عليك بندربك بنتورك وانت في الآخر بتاعنا والله تلقت الفريق الأول حلوة أوي ما تلقتش نبدأ كمان نسوأ للتسويق الخارج زي ما بقول لحضراتكم يعني حاجات كتيرة جدا جدا في موضوع الأكاديمي وقطعات الناشئين هنعرفها ان شاء الله بإذن الله ما حضراتكم كمان يوم الخميس اللي جاي لسه صبحتنا ما تقفلتش في هذا الملف لكن وصلنا نهاية حلقتنا للأسف وبقول لحضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة ولقاء معاكم إن شاء الله الخميس القادم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف